أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم أو ابتداء من اليوم في حل بعض المواضيع والمتعلقة بالدروس الماضية مع اقتراب فترة الاختبارات لمحاولة إعطاء نظرة عن الدروس الماضية نوعاً طبيعة الأسئلة التي تواجهونها في الامتحانات وتعتبر بمثابة طريقة لتقييم مدى فهم الدروس الماضية أول موضوع نبدأ به اليوم بعنوان التضامن وسنتطرق في موضع لاحقاً عن التضامن، الضغاء، الرئيسي الصيب والحراء، الراسل، الخصوات، الانتقام، هم على المواضيع ومن خلالها نتطرق لدروس مثل المحاولм، هلحور نظرة التي تلك صديق؟ ومرانتنا عن ذلك بيثًا، في الامتحانات نبدأ على الباركات اللحة الاسولدارية التضامن، اليوم في علم Pause لدريوم التضامن،واح في الامتحانات وما تعلق بين أمين وسيميرهم في الامتحانات البرحة في المدرسة حيوار دارة بين أمين و سامير حولا التضامن la solidarité c'est une valeur qui développe notre société دي أمين التضامن هو قيمة تطور مجتمعنا هذا ما قاله أمين يسوي دكوو عفك تو ريپو دي سامير أنا متافق معك ردى عليه سامير سا نوو پرمي دي فيفر انفخاترنت هذا يسمح لنا بالعيش في أخوة وي إفكتب مناعم فعلا ينكوغاج لامور و تشجع على الحب المتبادل لاميته السادقة و البيع بين الناس و السلم بين الناس مي كو دوات تنفر بو أنكوغاجي ستوالير صوشيال ولكن مالذي يجبو فعله لتشجع هذه القيمة الاجتماعية يفو منطره أمين لشاباب أنه يجبو علينا دائما أننا بحاجة بعضان على بعض كوني تسس مسلمان أننا كلنا مسلمون وكونات ريليجان نو ريكمان دي أمين دي نونا يحاتم أو يدعونا لأننا كون متضامنين تسسسر من الم από هذة بكمان دي أمين دي أمين دي أمين دي أمين دي جانوسي Les questions. Le thème de ce texte est A. La tolérance et la fraternité. B. La solidarité. C. Les conséquences de la violence. Donc la réponse est B. La solidarité. Deuxièmement, dans ce texte, il s'agit d'un dialogue, un récit ou une fable. Dans ce texte, في هذا النصر يتعلق الأمر بحيوار. Un dialogue. Qui sont les personnages en présence ? مَهُمْ الْأَشْخَسْ الْحَذَرِينَ في هذا النصر في هذا النصر يتعلق الأمر بينا أمين واسمير Donc, les personnages en présence sont أمين واسمير Les personnages en présence sont أمين واسمير Relève du texte la définition de la solidarité. Il s'estخرج من النص تعريf التضامن من خلال النص نلاحظ أن تعريf التضامن هو La solidarité est une valeur qui développe notre société التضامن هو قيمة ترقي أو تطور المجتمع Cinquièmement écrit vrai أو faux à la fin de chaque phrase La solidarité n'est pas une valeur qui développe notre société التضامن لَيْسَقِيمَا لِتَطْوَرْ مُشْتَمَا خَاتَ فُوْ Parce que ici on a la négation نَ La solidarité permet de vivre en fraternité oui التضامن يَسْمَحْ بِلْعَيْشِ فِي أُخْوَى donc c'est vrai Nous devons sensibiliser les gens de vivre ensemble en harmonie يَجِبْ أَنُوْ حَسِسْتَ تَحْسِسَ النَّاسْ لِلْعَيْشِ مَعَنْفِي تَجَانُسْ C'est vrai sixièmement la solidarité est une valeur qui développe notre société dit Amin التضامن هو قيمة تُطَوِرْ مُشْتَمَعَنَا قَالَ أَمِينَ Je suis d'accord avec toi répond dit Samir ça nous permet de vivre en fraternité أنا مُتَّفِقْ مَعَكْ رَدَّ سَمِيرُ هَذَا يَسْمَحْ لَنَا بِلْعَيْشِ فِي أُخْوَا المطلوب souligne les verbes de parole et à quel temps sont conjugués les verbes سطر أفعال الكلام أو الحادث وفي أي زمن تم تصرف هذه الأفعال كما لحظنا من خلال الدروس أن من خلال الدروس مُتَعَدِّدَ وَكَثِرَا وَتَعَدِّدَ وَكَثِرَا لِتَوْضِيحَ الكلام أو بعد العبارة on les appelle les verbes introducteurs de parole ici on a le verbe dire dit conjugué au présent ici on a le verbe répondit troisième groupe conjugué au présent septièmement complète la phrase pour exprimer le but اكمل الجملا لِي التعبير عن الهدف la solidarité est une valeur qui développe la société vivre en paix تعرضنا فيما سبق في الدروس أنا كلمات مستعملة في la سبورداني circonstantielle 2 bits هي شهيرة هي pour pour que afin que جمبادها le subjonctif afin de envie de جمبادها et pour جمبادهم لنفينتف لنفينتف لأنه لنفينتف 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 الصعوبات التلميذ يحاول أن يقدم تعبير كتابي ومن بين les arguments pour convaincre c la solidarité elle diminue la solitude تنقص من أو تحارب الوحدة تجعل الإنسان سعيدا وتنقص من القلق أو التوتر هذا الموضوع القصير تعرفنا من خلاله في نبضة وأجبنا عن les verbes introducteurs de parole شفنا الصيبور دوني 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 إلى اللقاء مع موضوع آخر إن شاء الله